نستازن فريق الاعداد مأدير الكوسة الجارتان بالشوفان معانا شوفان بودر مطحون ناعم معانا كوسة ومعانا طبعا حليب دسامة قليلة وجبنا مزرلة ومعلاتين زيت زيتون تعالوا شوفها نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة حالوا الكلام وشوية بوهرات حلوية طبعا القرى العسلة بتستوي على النار والمأدير على الشاشة تقدر تصورها بالتليفون على السريع وانا شغال حلو نعملها ازاي اشياء بتراسحية الكوسة الحلوة دي هناخد الكوسة نقطعها بالشكل على البلانشة وبنفس السكينة حلو اعملها بطريقة هتعجب حضراتكم ان شاء الله الاطفال هيحبوها وكبارس النعمين زي الفل تمام اهو محلو تمام اهو نشيل القرى ده كده مع انه والقرى ده ما فيش منه مشكلة خالص اهو وانا حابب ان انا اقطع بالسكينة على نفس البلانشة ما فيش مشكلة منها فيه حاجات مهمة جدا تقطعي فراخ تقطعي لحمة تقطعي سمك تغير السكينة والبلانشة انما اليكتين هو القرى فصيلة القرى فصيلة الدرنيات اهو ده يا فندم بنشيلها يا فندم اهو على جنب اهو محلو تمام كوس تقطع بالشكل ده كده اهم حاجة لما تشتري الكوسة عشان سواء تحشي كوسة سواء تعمليها جرتان سواء تعمليها السلطة عشان لما بقول المطبخ رؤية وفن وابداع بتيجي من بداية ما بتشتري الحاجة واشترياتك البقدونس هتعملي تبولة لازم تعرف ان ده بقدونس مش كزبرة عشان ما تروحش البيت تتعابي فيها وتفرمي فيها وتخسلي فيها تكتشفي في الاخر دي كنت فارمة كزبرة خضرة مش بقدونس حاجات دي مهمة جدا على فكرة انا قطعت الكوسة بالشكل ده كده هتعامل معها ازاي عم مش شيف واشيل دول انا مش عايزهم اهو واخد الكوسة اللي انا قطعتها دي عم مش شيف زي ما هي وعندي طاصة حلوة اه على نار شديدة مش هسلقها خالص زي ما هي كده اه بحط معلقتين من زيت الزيتون طريقة سهلة خالص اه زيت زيتون زيت الزيتون ده بحط عليه فص من التوم المفروم الناعم لما بنجي نعمل كوسة بالبشامل بنسلق الكوسة هنا النهاردة اكل صحي اه فص التوم حال زي الفل وما استناش على التوم لما يتحمر عشان ما يغيرش من لون الكوسة ولا يمررها الطبيعي اهو بحط على التوم ده شوية زعتر حلوين شفت بقى المطبخ زيت زيتون وثوم وزعتر بعملها بطريقة جديدة اهو حالي اخد الكوسة بتاعتنا الحلوة دي كده زي ما هي والله ما صلى على النبي تعالي من غير مية اهو تنزل على التومة اهو حلوة اهو زي ما هم كده عندي مية بتغلى عن نار بوكي جارنيه دي على طول معايا واقلب الكوسة كده مع التومة والزعتر اللونها بيغضره طبيعي بحط عليها شوية ملح علشان احافظ على خضارها وجمالها واخد معايا مية بتغلى عن نار اهو ده بوكي جارنيه جزر كرافس بصل توم المية بتاعت سلء الكوسة هستفيد بيها في عمل البشاميل واقفة سحرية هنا واقفة طهوية خبرة طهوية المية اللي انا بسلق بيها الكوسة هستفيد بيها في عمل البشاميل اهو اسيب الكوسة تستويه هنا على نار كده واحنا شغالينه واغطيها تاني عملت ايشي فعشان التركاة دي مهمة جدا حطيت توم حطيت زيت زيتون حطيت زعتر ماستنيتش على التوم لما ااخد لون عشان لو مر لو اتحمر او ادى لون هيمرر لي الكوسة واقفة بنزل بالكوسة بتاعتي مع مية او بوكي جارنيه من اللي موجود عندي خلان ااخد بعديلة عشان لسه عندنا لحمة وعندنا الشوفان في تفاصيل كتير اقوى على فكرة في عمل الكوسة جارتان بالشوفان بطريقة صحية بقدر الامكان بنسبة 50% قبل ما افكر اعمل اكل صحي لازم تخش البطبخ كده ومزاجك راي انت بتعملي اكل فيه تفاصيل كتيرة يعني لو واحد بيعمل تاج البامية باللحمة الضانية البامية بتستوي اللحمة الضانية وانكتر الدهون كل ده انا معاكم فيه بس بتعملي اكل صحي حط في الاعتبار ان كنتبه هنا بتجيب الحليب ده سامة قليلة اللحمة المفروبة بتشجيبها من عند الجزار نسبة دهون تقريبا 20 بقدر الامكان تكون قليلة معايا لحمة هي بتتعصج على النار مع بصلية حلوة للكوسة والله عاز تعملها من غير من غير لحمة مفرومة مفيش مشكلة تستبدل اللحمة دي بصدور فراخ مفيش مشكلة اختياري حطت بصل على النار فصلتهم حلوة كده واللحمة بتستوي الدم عينية كده وحطت لها شوية بهارات حلوين من الملح والفلفل والزعف ده الطبيعي اه لو عدك لحمة مفرومة متعصجة في التلاجة رح عابي بيها واهلا والسحل نشوف الكوسة اخبارها ايه ايه الدنيا هي دي الكوسة زي الفل معايا تمام هاعمل ايه دلوقتي هاعمل شوية بشامل لطاف قوي بالشوفان عشان كده بقول التفاصيل في البشامل ده اه اعملوا ازاي البشامل طاسة على النار طاسة دي بحط فيها او حلة يعني بحط فيها شوية زيت زيتون شوفي بس الطعم هيجي منين بس ركز معايا شوية انا عايز اعمل بشامل فقير ما هوش فيه دقيق ولا زبدة واحنا الطبيعي لما بنعمل اكل فيه يا سامة قليلة بنقول اكل اتعبنين اك احنا محتاجين احنا عايزين حاجة داسي ما الحاجات دي كلها وارد فانت طلعت طعم من بين اصابع ايدك العشرة طاسة على النار فيها زيت زيتون عايز اطلح شوية بشامل لطعمهم حلو بديشوفان اعمل ايه كان لك معايا واحدة واحدة اه معايا قدر ازماري وزي ما هو كده باخده نصين وبحطه في قلب الزيت الله الجواب بين من عنوانه ريحة حلوة ريحة الرزماري مع معلات زيت الزيتون عاملين جو حلوة اه تمام زي الفل كده معانا بصلية مفرومة ناعم اه لحظة حلو دل عليه البشامل اه واقلمهم كده مع بعض حلوة اه واحدة واحدة ومستناش على البصلة لما تاخد لون عشان لو خدت لون هتسود لي ليه الشوفان بتاعي او البشامل بتاعي هيدا ريحة الرزماري مع البصل لطيفة جميلة معايا شوية زعتر حلوين تماما كده انا بجود في الموضوع معايا الشوفان بتاعنا الحلو ده كده اه شوفان ده موجود في المحلات السوبر ماركت او عند العطار في منه البودر وفي منه الصحيح انا معايا ده وده هورر لحضراتكم ده وده معايا لأسانزا المصولين حبيبي الشطار فورسان التبزون المصر فيه شوفان معانا حصا اللي هي حبوب الشوفان سليمة وده شوفان بوضر اه اللي انا هعمله دلوقتي بشامل اخد شوية كده عشان عايز البقى للمهلبية بتاعتي ومعانا الشوفان تاني اوت حضراتكم شايفينه اه ده شوفان اه باخد منه شوية مفيش مشكلة اه ده قبل ما نطحانها طبعا زي الفن واقلب دول كده اه حلو اه اكل صحي خمسين في المية اربعين في المية انتي ومركبات الاكلة او مكونات الاكلة او الماتيريا البتاحها اه اقلب الشوفان مع الرزماري مع زيت الزيتون مع البصلة وانا باقلب كده معانا حليب ده سامة قليلة وده موجود في اي سوبر ماركت اه بنزل بي كده حلو اه واقلبهم بالمضرب كده عندنا الكوسة بتاعتنا جاهزة باخد المية بتاعتها تشارك في الشوفان اه الكوسة دي كلها قيمة غزائية عالية جدا اه اللي انا سلق فيها الكوسة باخد المية دي كده اه 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 هسدزتي وحبيبي اه هنا التركات هنا الحاجات الحلوة اللي احنا بندور علامة على الشريف اه اه شربة اه اه واركن الكوسة دي على جانب خلاص هي كده جاهزة حدرتها ان انا اعملها جدا تاني اه زي الفل اللي عم الشيف واخلى هنا جانبي على النار هادية خالص ده الطبيعي واشوف البشاميل اللي اخباره ايه انا عايزك تعمل الاكلة دي لولادك لجوزك عشان وزنه ينزل شوية اه اه بشاميل اللي طلع معايا فل اه اه تاني عملت ايه شيف معلتين زين زيتون حطيت روزماري حطيت زعتر كده الجواب بن من عنوانه وهنا البشاميل اللي بتاعه يطلع فيه فليفر حلو قوي شفت القوام ده كده اه وبعدين نزلت بالشوفان قلبت شوية نزلت كمان بحبوب الشوفان ونزلت بالمية بتاعة الكوسة اللي انا سلق فيها الكوسة اه انت باولك على حاجة حلوة والله العزيزة اخوانا انا بشتغل من قلبي واعتقد ان ده وصل لحضراتكم انا قدامي قرع عسلي بستوي ما ستطلوش اي فليفر قرع ومية ايه المشكلة لما ابني الهرم الغزاي واخد شوية مية من القرع ده كده وحطوه هنا هتعيط لا هتشتكي لا اه اه زي الفل انا مش عايز البيض كله اه لانا ديم هلا بي وارد وارد انتو شغالة في المطبخ اه بس خلص عندك البشاميل ده في كل حاجة حلو اه موسوعة اه واقلبه كده اه والكوسة جاهزة واللحمة جاهزة تعالوا نطبخ الاكلة دي مع بعض اه دي ما كانتش في الحزبار خالص ولا اما اكتبها في الميادير عند السوزر اي حاب خالص اه مية الارع العسل اللي نبس له وخلي بالك دي ما تترميش لو انت مش هتستفيد بيها خلاها عندك وحطها في التلاجة وحط لها تلج واشربيها او تبريد واشربيها هتدعيلي بجد والله العظيم مية القرع العسلي ولا مية القمح تترمي خالص بتسلوي قمح بالليلة بتسلوي قرع عسلي زي اللي معايدك كده ده ما يتترميش خلي بالك ازعل لحمة المفرومة بتاعتي مع ان انا لو عملها عملها من غير لحمة بس طبع لو محتتش لحمة ايه الاكلة الارديحة دي اشيف اه عندي او لحمة مفرومة ونسبة الدهونة عشرين في المية ما قالتش لأ اهو حطها كده حال وقوي بصل مفروم لحمة مفرومة ممكن تحط بدال وفراخ مفيش مشكلة اكلة رطيفة وجميلة وسهلة في عميلها ايه الحلوة دي اشيفة لسه ما خلصتش عندي بقى عجبني الموضوع او على فكرة اه انا مش عايز الشور بادي كده اقلب دول كده اه لسه ما خلصتش لسه ما خلصتش الاطفال بيحبوا الجبنة بيحبوا البشاميلة والجلتان فيه حاجة كده تشدت هنعمل الموضوع ده واحنا مع بعض تركاية ايت قبل ما اطلع الفصل بتاعك باخد الكسرولة الحلوة دي كده هنا اهو وعندي جبنة موزارلة بسقطة هنا هي التركاية دي اللي مندور على يا شيف ده اللي مش عد غيرنا اهو بشاميل عملته بتكنيك عالي من الخبرة خدت مية القرق العسلي خدنا بوكي جارنيه عملنا شوية بشاميل بحليب قليل الدسامة شوية عملناها حطينا الجبنة الموزارلة معانا بيت شفت التجويد بقى في الموضوع اهو باخد بيض اتنين بيضة اهو وانا واقف كده زي الفن بسم الله الرحمن الرحيم حلوة اهو اخد الصفار ده استخدمه فيه اكل تاني او في طبع عجة واخد بيضة تاني كده هنا اه هرب غزايا بتدوري على كالسوم موجود بتدوري على ماغنسيوم موجود بتدوري على حاجة تفيد القلب الكوسة موجودة اه نقلب دول كده ونسقطهم على وش اللحمة مع الكوسة تفاصيل كتيرة في الطبع ده اه 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 الله عليك اشيف الله عليك لما تشتغل ومزاجك راي عشان كده بقولك تخش المطبخ بتعمللك في نجال قهوة كوبية شاي بالنعناها حلوة بتشغلي اي اغنية انت حبها يعني دايما انا بحب اخش المطبخ وانا رايه هتطلع كل حاجة حلوة من ايدك اه شفت البشاميل اه اه ونوزعه كده بالتساوي اه تسلم يدك اشيف طبق في كل حاجة وجبة متكملة فيها بروتين فيها نشويات فيها كربادرات فيها ماغنسيوم اه ونحط الفرن عند مية وتمانين ايه المطلوم الفرن يا مغازي انه كل ده يبقى نسيج واحد وينساجب مع بعضه بالشكل ده كده ونحط شوية جبنة حلوين عشان ولادنا يحبوا الحاجات دية حريص ان السفرة بتاعتي الاولاد يحبوها كده اه رشة زعتر جريعة فينه الزعتر يشيف اهو زي الفل وافتح الفرن بتاعي في درجة حرارة مية وتمانين وادخلها الفرن بسم الله الرحمن الرحيم مكانها فينة عم تشيف الفرن هو ده الكلام على الشبكة متتحطش في ارضية الفرن دي خالص زي ما هي كده اهو عينية حاضر اهو الله مصلى عن نبي والصورة الحلوة بطريقة صحية بطريقة هلسي تتحدث عن نفسها من داخل الفرن الله ياتب ابن حلال بيقولي الكوسة نسيها خالص طلعها بسم الله الرحمن الرحيم كوسة جرتان بالشوفان عناصر غزائية قيمة غزائية فيها كل اللي احنا بندور عليه ايه الحلوة دي عم تشيف طلعها بقى من الفرن الله والصورة الحلوة بطريقة صحية تتحدث عن نفسها تفاصيلها كتيره الطبقة ده او الاكلة دي حلوة شوفان شوفنا عملناها مع بعض ازاي لحمة المفرومة ده سامة قليلة زي ما شوفنا مع بعض اشتركوا في القناة